بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضرتكم مع الختمة الرمضانية جزء في يوم نستعرض في هذه الختمة أبرز الكلمات في كل جزء التي لها أحكام خاصة أو قراءة خاصة انتهينا المرة السابقة من الجزء الأول واليوم إن شاء الله نبدأ في تصحيح التلاوة للجزء الثاني الآية 156 في قوله تعالى قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون كلمة إنا فيها ألف الخطأ الشائع فيها أنها تقرأ بدون ألف وتكتب كذلك بدون ألف خاصة في التعازي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يكتبونها إن كما نقول إن الذين فيكتبونها إن لله وإنا إليه راجعون هذا خطأ يوجد ألف هذه تعني أننا نحن لله ونحن إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون الآية 157 كلمة أولئك ألوا ولا تقرأ وعليها رمز الدائرة المستديرة يعني أن الحرف لا يقرأ أبدا أولئك كلمة صلوات الواو ممدودة بحرف الألف يعني الواو تقرأ والألف تقرأ صلوات ورحمة تنتهي بتاء مربوطة عند الوقف تكون هاء ساكنة وسيأتي معنا بعد قليل نفس الكلمة ولكن مكتوبة بالتاء المفتوحة هذه نقف عليها بالهاء الساكنة أما تلك نقف عليها بالتاء المفتوحة كرسمها سيأتي إن شاء الله بعد قليل الآية 173 إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَةَ 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 الميم مفتوحة فقط وغير مشددة وَالدَّمَةَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ الخاء مكسورة وليست مفتوحة لا نقول الخنزير هذه لهجة ولكن في القرآن الكريم الخاء مكسورة وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وفي نفس الآية فَمَنِدْضُرَّ ننتبه ونحذر من إضغام الضاد في الطاء فَمَنِدْضُرَّ الآية 179 في كلمة حياة كذلك الواو تبدل ألف وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُلِي أُلِي كذلك الواو لا تقرأ الآية 180 في قوله تعالى خيرا الوصية عند الوصل تكسر نون التنوين الساكنة وذلك للتخلص من التقاء الساكنين إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ الآية 205 وَيُهْلِكَ الْحَرْفَ وَالنَّسْلُ وَالنَّسْلُ وبين السين واللام أما الآية 212 فيها رمز من رموز الوقف وهو الوقف اللازم نقف على كلمة آمنوا ولا نعود إليها ونبدأ بما بعدها لابد من الفصل بين الكلمتين وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طبعا كلمة الحياة تبدل الواو إلى ألف والنون الساكنة في كلمة الدنيا تكون مظهر إظهار مطلق الآية 218 وردت كلمة رحمة بالتاء نقف عليها كرسمها رحمة أولئك يرجون رحمة يرجون رحمة الله في الآية 219 نتجنب الوقف على كلمة ومنافع للناس ويفضل وصلها بما بعدها قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كي لا يتوهم أن الخمر تتساوى في الضر والنفع فلا بأس بها ولكن هنا تم التحديد أن الإثم أكبر من النفع لذلك يفضل الوصل الآية 220 تبدأ بقوله تعالى في الدنيا والآخرة يفضل وصلها بالآية السابقة لها لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة الآية 231 الآية 231 الآية 235 كلمة عرضتم كذلك الضاد ساكنة ننتبه ألا تضغم في التاء وننتبه لترقيق العين وعدم تفخيمها مع الراء فيما عرضتم الآية 236 قدره وعلى المقتير قدره والآية 245 نجد كلمة يبسط مرسومة بالصاد ورسم أعلاها حرف السين وهذا يعني أنها تقرأ سين وذلك برواية حفص من طريق الشاطبية فتقرأ ويبسط ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الآية 247 كلمة طالوت طالوت وكذلك سعة ولم يؤت سعة من المال وكذلك كلمة وزاده بسته بسته وزاده بستة في العلم والجسم الآية 248 كلمة التابوت التابوت أن يأتيكم التابوت فيه ساكينة ساكينة الكاف مكسورة وليست مشددة ساكينة الآية 249 كلمة بنهر الهاء مفتوحة وليست ساكنة لا نقول بنهر ولكن بنهر هذه أبرز الكلمات في الجزء الثاني أتمنى تكونوا استفدتم وعدنا غدا إن شاء الله مع الجزء الثالث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر